لا تزال الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتجري التجارب في العديد من دول العالم وشركات الدواء الكبرى أملاً في التمكن من التوصل إلى العقار الذي يريح البشرية من هذا الوباء في أقرب وقت ممكن وعلى وقع كل هذه الأمال والتجارب والجهود المبذولة المتعلقة بالعقار الآمن والفعال أعلن كبير خبراء الصحة في الولايات المتحدة دكتور أنتوني فوتشي في مقابلة مع شبكة سي بي أس نيوز أن هذا العقار الآمن سيكون متاحاً على نطاق واسع بحلول إبريل المقبل أما عن تصرحات ترامب الأخيرة بشأن توقعاته بمائة مليون جرعة بحلول نهاية العام قال فوتشي إن العدد مائة مليون لا يمكن تحقيقه إلى إذا تم تحديد كل لقاح مرشح قيد التجارب حالياً على أنه آمن وفعال وإن الجدول الزمني لإدارة اللقاح على نطاق واسع سيكون في نهاية الربع الأول من العام المقبل متوقعاً أن يكون هناك أقل من مائة مليون جرعة من اللقاح متاحة بحلول نهاية العام الجاري وعن التوقف الأخير في تجربة لقاح شركة جونسون أند جونسون بسبب رد فعل سلبي محتمل لدى أحد المتطوعين قال فوتشي إنه مؤشر جيد على أن تجارب اللقاح تعمل كما تهدف إلى حماية سلامة المواطنين داعياً إياهم إلى محاولة إبقاء نوافذ مفتوحة وارتداء الأقنعة داخل منازلهم في حال عدم التأكد من أن الأشخاص في المنزل غير مصابين ترجمة نانسي قنقر